وزارة الأوقاف ويمكن أنت المسؤول عن طريق وضع استراتيجيات والرؤية المستقبلية لهذه الوزارة وودنا تكلم عنها في البداية حقيقة وزارة الأوقاف يمكن تميزت عن كثير حقيقة من الجهات بوضع خطة استراتيجية دقيقة صحيح وإحنا حقيقة يمكن خطة استراتيجية نحن الآن في سنتها الخامسة وضعنا لها رؤية طموحة الريادة عالميا في العمل الإسلامي وكانت هذه الرؤية حقيقة هي القائد لجميع قطاعات الوزارة بأن تضع برامجها وخططها من خلال تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية للوزارة وفضل الله سبحانه وتعالى ومن خلال حقيقة ما تم وضع من أهداف وما تحقق حقيقة من نتائج وبشهادة الجهاز المعني في الدولة وهو الأمان العامة للتخطيط بأن وزارة الأوقاف من أميز الجهات الحكومية اللي لها خطة استراتيجية واضحة وأهداف محددة وتحقق الحمد لله النسب الإنجاز في تحقيق هذه الأهداف وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى 98% ما شاء الله من تحقيق البرامج والأهداف اللي احنا حطيناها في نصب عيه جميل هذه نسبة يمكن تعتبر نسبة كبيرة صراحة في تحقيق الأهداف دائما الواحد يسعى إلى 80% على أقل بالمئة كل يوم أنت تعديت وهذه النسبة وهذه ليست شهادتنا بشهادة الأمان العامة المتخصصين في المحاسبة الأمان العامة للتخطيط صحيح المهندس فريد